فجاءوا عند ابن عزيمين وكان في مسجده وفي درسه أكثروا عليه يا شيخ المنكرات يا شيخ يا شيخ بعدين قام واحد ومتحمس جدا والشيخ خلاص سكر الكتاب والناس طلاب علم كتاب لكن سكر الكتاب الشيخ سكرنا والشيخ خلّى 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 يتكلم وهذا هيج يعني إلى متى كيف تسكتون كيف تكتمون العلم كيف تكتمون أمركم الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر المنكرات ضجّت والبنوك الربا وكذا كلام كثير إلى متى تسكتون إلى أن هدى الشيخ ولا كلمة يا أخوة الله أكبر رحمة الله عليه رحمة واسعة خلّى 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 لا مفرّغ البطارية كلها أي لوم انتهى الشيخ قال خلصت بجدوه الله قال نعم نعم خلصت قال بس ألك سؤال الشيخ يقول له أبس ألك سؤال الله قال لك كيف عرفت أننا لم ننكر الله أكبر فعلا لو في عقل قال له كيف عرفت أنه ما أنكرنا وما رحنا وما قلنا كيف عرفت كيف عرفت قال لنا المنكر قال لنا تعلمني كيف عرفت هل تستطيع تجيب أني أنا ما رحت كيف تعرف أني أنا ما رحت أو أن أخواني المشايخ الأخرين ما رحت كيف تعرف لو في عقل كان مفروض يذبح نفسه هذا لو في حياة مفروض يذبح نفسه حقيقة كيف اتهمت العلماء كلهم أشهل من التهمة يا أخوان ما فيه كيف اتهمت المشايخ والعلماء كلهم الشيخ عبد العزيق مشايخ كبار كيف اتهمتهم أنهم لم ينكروا قال له على كل أقعد أقعد كان واقف قال له أقعد هديت أقعد قال لا والله رحنا قال لكن احنا إذا رحنا ما نرجع لجينا المسجد وصعدنا المنبر نقول يا أيها الناس أني قد ذهبت إلى الأمير وأنكرت عليه واحد أذنين قال لا والله ما احنا من هذا النور ما احنا من هذا نسر حنا نروح ونكلمهم بيننا وبينهم إن سمعوا فذاك وإن لم يسمعوا فقد أدينا الذي وما نبنعلم قال ولحنا رح وقال له أذكرك قال جاء الناس وأكثروا على أسامة ساب ابنه زيد أما ترى ما فعل عثمان يعني كلهم جوا يبين يطلعون يبون واحد يقود الثورة ضد عثمان من الصحابة فجاءوا عنده سامة زيد قالوا هذا مقدور عليه يمكن هكذا فكروا لكن الصحابة يا أخوة قالوا تعال شوف عثمان فعل كذا عين الأقارب عين مدرمان وسوى كذا وسوى كذا عثمان لما تنكر عليه إلى متى ما تنكر عليه قالوا وش لراكم أنه ما أنكرنا عليه نفس الكلمة ذكره بها قال أَوَ كُلَّمَا دَخْلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَتَنَاصَحْنَا وَإِيَّاهَ نَأْتِي إِلَيْكُمْ وَنُخْبِرُكُمْ بِذَاكَاءَ لماذا يلا يلا فردهم أسامة بنزيد فالشاهد يا أخوان يعني احنا نقول هكذا الانكار الانكار عندنا فيه أسلوب ووسيلة لا تروح تحمل السيف وتنكر تقول ابننكر لا لا تنكر ويتولد من الشر منكرا أعظم ما سويت شيء لا ما ينفع